ناخد التصال من اسكندرية تفضل مدام سيدة سلام عليكم ممكن اكلم ممكن اكلم الدكتور اتفضلي اتفضلي يا مدام سيدة الدكتور معاك ايوة دكتور اتفضلي فاندي لو سمحس يا دكتور انا عندي السكر من 12 سنة عظيم السكر دلوقتي 128 الصايم الصايم والتراكمي 8 جميل مش جميل طبعا ودلوقتي عندي تعب في الكلة الوظيف الكرياتينين 161 156 بتقولي الكرياتينين استني بالراحة واحد و 56 والطبيعة عندك واحد و رص استني بالراحة بالراحة 69 هو ايه اللي بيجرع مدام سيدة ايوة لو سمحت بس ممكن تركزي مع الدكتور عشان الدكتور بيسألك اسئلة مهمة فلازم ترد عليه عشان يعرف ايه الكرياتينين اللي انت بتقولي دلوقتي قلت قمته قبل كده كنت عملتيه ولا دي اول مرة تعمليه لا كنت عاملاه قبل كده من امتى كنت عاملاه من حوالي 6 شهور كان كام كان واحد و تمانية من عشرة طب ما كويس تحسن هو بقى واحد و 56 من مية اه اما لزعلنا ليه طيب عندي البولينا مش مهم البولين مش مهمة قولي بس بسرعة شوية ايوه 69 البولينة مش مهمة بس كده فين السؤال هو السؤال التحليل دي والسكر خاطر انت بتاخد غلاجه ايه للسكر امريل 3 بس وزنك قد ايه هي اختفت طيب مدام سيدة معنا ايوه الوزن كم يا ده مدام سيدة الوزن 75 اخر 6 شهور وزنك زاد ولا قال لا هو هو سابق طيب انا هجاوبك ان شاء الله الف سلامة شكرا شكرا مدام سيدة بص يا فاندب انت بخدتش بالك من حاجة بقول لك انت معاك انت الوقت بص اتفضل مع بعضهم لا مش مع بعضهم ايه اللي قالته المفوضة جد انتباهنا ده انت حضرت حلقة كاملة عليها واحنا بنقولها سوا اللي هي انت تلك وتبتكتب ولا حالة عينة بتكتب اهوه 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 السكر الصايم السكر الصايم بتاعها طبيعي اوه والتراكمي تمانية والتراكمي الفكره كان كم خمسة ونص خمسة ونص ده السليم السليم تعليله بايه ان هناك ارتفاعات للسكر موجودة في مواضع اخرى مواضع اه ممكن نكون ضربة الالم غلط لا ده شغلانة لسه هقول فيها احدى عايزين بقى من الوقت هي في سبع مواضع بنحلل فيهم السكر سبع مواضع وبالالم اللي في البيت اللي هو اللي بتاع الشكاكة ده كلنا نجيبها معلش حتى لو هنعمل يوم بعد يوم فيه قبل الفطار فيه قبل الغداء فيه قبل العاشر فيه بعد الفطار بساعتين بعد الغداء بساعتين بعد العاشر بساعتين فيه عند صلاة الفجر السبعة دول مش هتعملهم في يوم واحد لو هتعمل كل يوم يبقى تعمل مرة صعيم النهاردة بكرة بعد الفطار بساعتين بعده قبل الغداء بعده السبعة فلو عملت كل يوم هتعملهم في سبعة أيام يبقى هتعملهم في 14 يوم هنقدر نكتشف ارتفاعات السكر اللي عندك اللي اعرف هزبطلك بها السكر ليك والغيرك اما نلاقي التراكومي اعلى من الطبيعي والطبيعي خمسة ونص حد ستة زي بعضه ومع ذلك الصيم وبعد الكلة ساعتين اللي بنعمله مرة كل ثلاث شهور طبيعيين يبقى فيه خلل عندنا يا اما التراكومي كان خطأ في المعمل وده وارد بنسبة خمسين في المية يا اما سكر حضرتك بها ترتفع وانخفط في أوقات احنا مش عارفينها اما لتتحكي لانه بيولي الوقت الضائع خلص طيب خلاص وبيطلع على كرة الأحمر أستأذن ألف فضل عزائي المشاهدين وكده نكون وصلنا لهاية الحلقة من برنامج نشكركم لحسن الاستماع والمتابعة والمشاهدة ونشكر السيدة الدكتور محمد سعد حامد أستاذ السكر والغضة الصماء كل التب جامعة الشمس وإلى لقاءة آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا